ويا مساء الإيجابية وكل شي جميل علينا وعليكم يا رب صر لنا زمان ما فتحنا محصول جديد والعير نطحنا فاليوم إن شاء الله معنا محصول من محمصة سلالات القهوة باسم ال كريستوبال طبعا المعالجة عسلية اللي هي تجمع بين المعالجة المجففة والمعالجة المخصولة طبعا القهوة هذه من كاستوريكا طبعا محمصة سلالات القهوة غنيا التعريف بأدواتها ومكاينها ووكلاتها لعدة مكاين اللي هي مكاين البروفيتك هي وكيلة المكاين هذي وبرضو وكيلة لمطحنة البرادسا المحصول هذا ينفع للإسبريسو للفرنش بريس وبرضو للفي سكستي طبعا المحصول هذا لو تلاحظون أغلب المعلومات اللي مكتوبة ما هو مذكور مثلا اللي هو الإحاءات أو الارتفاع فدائما يعني يختصر المعلومات بعض المعلومات اللي هي المحمصة نفسها تختصر بعض المعلومات بنفس الوقت تذكرها في الموقع يعني في الموقع لو تدخلون للموقع حق سلالات تحصلون أنه مذكور أن الإحاءات اللي موجودة في البن هذا حسب تحديد الحماص اللي هي إحاءة العنب الأحمر والتوت الأزرق والكرز والكميترا طبعا الارتفاع اللي تم زرعة المحصول عليه اللي هو فوق الـ 1500 يعتبر نسبة من الحلاوة وما شاء الله الريحة رائقة صراحة أعجبتني ريحة عشان كده أخذيت على أساسا طبعا تاريخ الحمص مهم جدا تم حمص هذا البن في 22 مارش تقريبا مضى عليه الآن شهر ويومين فبإمكاننا نستخدمه بكل أريحية إن شاء الله إن شاء الله أن يكون ما تغير طعمه أو تم حفظه من نفس المحلة اللي شريناه مثلا تم حفظه بطريقة سليمة عشان ما يتغير أو يتأثر بالحرارة أو رطوبة فخلينا نبدأ نعير إن شاء الله ونتوكل على الله والآن بعد ما فتحنا المحصول تمام في عدة نقاط لابد إنك أنت تعتني فيها عشان بالنهاية تحافظ على طعم القهوة أولا لو تلاحظ فيه دايما بلف اللي هو تفريغ الهوى إذا فتحت الكيس واخذيت منه اللي تحتاجه وقفلته تأكد إنك أنت تقفله بشكل سليم وتكبس على أساسا يطلع الهوى يتفرغ وما يسمح للهوى أنه يدخل أنت جالس تتعامل مع منتج غذائي لابد إنك أنت تعتني في عناية خاصة فعشان كده بالنهاية هالمبلغ هذا اللي أنت رح تدفع على القهوة مفترض أنك أنت تعتني بأشياء بسيطة عشان تحافظ على هالربع كيلو اللي بقيمة سبع وثمانين ريال غير كده بدون مطحنة مختصة أو خلنا نقول بدون مطحنة توصلك لدرجات الأسبريسو مستحيل تشرب قهوة اللي جالس يطلع خلنا نقول من أي مكان لو رحت طحنت برة أو طحنت في مطحنة الهيل أو أي مطحنة يدوية ما هي مخصصة تروسها أنها تعطيك طحنات متناسقة وتوصلك لدرجات الأسبريسو وبالنهاية أنت رح تخسر هذا البل فأنت لما تجي تشتري قهوة مختصة فالأفضل أنك أنت يكون عندك جميع الأدوات اللي تساعدك على أنك توصل لطعم مناسب هذه أول نقطة النقطة الثانية والمهمة لا تحاول أنك أنت تستخلص بالنية فكرة أنك أنت ما تستخدم الميزان بعد الطحن ما تستخدم الميزان وقت الاستخلاص عشان تعير الطحن بعد فترة رح تبدأ تفهم أنت طبيعة المطحنة عندك كيف تشتغل أو خلنا نقول إيش الدرجات اللي موجودة فتبدأ أنت يعني بالاستخلاص الأول مثلا طلع معاك الوقت حوالي أربعين ثانية فخلاص أنت تعرف أنك أنت رح تخشن درجتين وليست درجة واحدة عشان ما تخسر بل فالعملية هذه لمجرد أنك أنت تفهمها كبداية خلاص يصير عندك الموضوع سهل ما تخسر كمية كبيرة من البن اللي هو 250 جرام في خلال التجارب يعني عشان تختصر التجارب هذه ممكن يأخذ منك الموضوع كحد أقصى ثلاث مرات تجربة فقط من أصل 18 جرام فعشان كذا لا تخسر البن لمجرد التجارب والله على أمل أنه يطلع استخلاص مثالي أو أنك تريح نفسك بالنهاية في وقت المعايرة وتقول يلا خلاص أباخذ على الشكل والله عجبني الطعم خلاص أوكي ضبط الموضوع امشي على القواعد خذ القواعد كأساس بالنسبة لك وبعدها سوي اللي تبي يعني بالنهاية أنت بس مبدأ المعايرة أول ما تفتح الكيس تعاير الطحنة تخلص أمورك بالنهاية المرة الثانية والثالثة والرابعة خلاص هذه الساعة أنت رح تكبس كبسة واحدة تخليه استخلص في كل مرة رح يطلع لك نفس الاستخلاص يعني بأخذ عيني الاعتبار اللي هو فكرة أنك أنت توحد عمليات اللي هو التحضير أنك أنت في كل مرة توزن بعد الطحن تتأكد من الوزن تتأكد أن المطحنة ما نحشر فيها البن تتأكد أن الكبس عندك سليم بشكل قوي ومعقول توزيع فك التكبتلات هذه الأمور كلها التفاصيل الصغيرة هذه لمجرد أنك أنت تتعود عليها رح تصير بنسبة لك بديهية رح تستمتع في قهوتك بدون تعاني من أي مشاكل مع أي محصول رح تبدأ تفهم كيف تتعامل مع نوعية القهوة أو نوعية المعالجة لو كان فيها حمضية أو كان فيها مرارة رح تبدأ تفهم النقاط هذه كيف تتخلص منها وقد شرحتها في قناتي سابقا في اليوتيوب وخلينا نبدأ بلاش كثرة الكلام خلينا نبدأ نعاير قدامكم والمعايرة هذه تنطبق على جميع المكاين الإسبريسو في العالم وليس مكينة واحدة وليس مكينة دلونغي وليس مطحنة براتسا أو غيرها بالنهاية المعايرة هي قاعدة تطبق على جميع المكاين حتى لو كانت مكينتك رخيصة بالنهاية وجود المطحنة هو اللي يساعدك وجود الميزان هو اللي يساعدك على الوصول لاستخلاص مثالي اللي المفترض يطلع طعم مثالي من هالبن هذا نقول بسم الله لاحظوا معي درجة الحمص تقريبا ما بين المتوسطة إلى الغامقة ف ولاحظوا يمكن مذكرة إلى الكسة أنك تقدر تستخدمها الفي سكستي لكن في نقطة جدا مهمة في الحالة هذه لما يكون تكون الحمصة مايلة للأغمق فالأفضل أنك أنت تستخدم درجات حرارة في الموية أقل من تسعين عشان ما تبرز المرارة عندك فهذه نقطة جدا مهمة لو حبيت أنت تستخدم نفس المحصول للفي سكستي أو اللي هو الاسبرسو طبعا المحاصيل اللي تجي اسبرسو تقدر تستخدمها للتقطير لكن محاصيل التقطير ما أنصح أنك أنت تستخدمها للإسبرسو بحكم أن كل ما زادت يعني درجة الحمص اختفت عندك نسبة اللي هو الكافيين فدائما المحاصيل اللي تكون مخصصة أو محموصة حمصة درب أو تقطير تلاحظ أنها فاتحة لونها فاتح فنسبة الكافيين عالية فأنت لما تأخذها بشكل مركز وتستخلص من أصل 18-36 ملي رح يكون الكافيين عالي جدا فرح يكون شبه مضر على المدى البعيد والآن خذيت 18 جرام اللي أحتاجها من المحصول عشان أبدأ أهائر عليها على أساسها طبعا قبل هذا كله أنا سويت تنظيف للشوير سكرين وسويت تنظيف للمطحنة عشان أتأكد من كل شي أنه يكون نظيف ولا في أي شي ممكن يأثر على طعم القهوة الجديدة حتى الموية اللي في الخزان غيرتها بحكم من الموية لو كانت راكدة خلال فترة فممكن تجمع بكتيريا فلو تلاحظ كده فيه زي الزبد داخل الموية لابد أنك أنت دايما تعتني لو أنت تترك المكينة يوم يومين ما تستخدمها فالأفضل دايما أنك تنظف الخزان عشان ما يتجمع فيه البكتيريا طبعا النقطة مهمة جدا برضو لابد أن أنت في بعض الأحيان أنك إذا كان الأجواء باردة أو المكينة في مكان بارد وهذا الأغلب أن تكون في مكان بارد دائما وفيها تكيف حتى لبن نفس الكلام الشوارس كرين والبورتفلتر يكون وضعا بارد يعني مرة تجمد فقبل أن تبدأ استخلاص المفترض أنك أنت تسخن الشوارس كرين مع البورتفلتر وتتأكد أنك أنت تجفف المنطقة كاملة قبل أن تبدأ استخلاص عشان ما يصير فيه فقط حراري لما تنزل الموية من المكينة ساخنة تمام وتمر على الشوارس كرين اللي هو البارد فتفقد من الحرارة وترجع تمر على البورتفلتر اللي هو البارد فتفقد حرارة زيادة فتلاحظ أنه فيه يعني فقط للحرارة في القهوة نفسها زائد أنه تغير في الطائم في بعض الحالات ممكن تسبب مسارات عشان كده الأفضل أنك أنت تسخن بالطريقة هذه أنك تفتح الموية تخليها تمر تخليها تمر على البورتفلتر والشوارس كرين بعد أن تفكهم وتجففهم على أساس أنه تبقى يبقى الموضوع يعني ككل أو المجموعة كاملة تبقى دافية طيب والآن بعد ما وزننا البن وحطناه في المطحنة رح نشغل الميزان برضه نوزن البورتفلتر مع الرنج وهو فاضي طبعا عشان بالنهاية ناخذ لما نطحن ناخذ وزن البن نتأكد أن المطحنة طلعت الكمية كاملة لو ما طلعت الكمية كاملة معناها أنه فيه بن منحشر وهالشي هذا ممكن يسبب سوء في الطعم في اليوم الثاني بحكم أنه فيه كمية من البن بقت وعفنت لثاني يوم فزي ما ذكرت أنت تتعامل مع منتج غذائي فلابد أنك أنت تعتني بهالنقطة هذه تحديدا أنك أنت تأخذ الكمية اللي أنت تحتاجها وتتأكد أن المطحنة طلعت كامل الكمية طيب والآن رح أطحن قدامكم الآن طبعا أنا ما أدري كم رقم الطحنة أكيد لأنه محصول جديد عليه لكن بطحن على نفس الدرجة اللي كنت أطحن عليها سابقا وشوفها هل هي مناسبة ولا طبعا أنا عارف لما أخلص من الشرح هذا رح يجيين أحد يقول لي كم رقم الطحنة عشان كذا أحتاج تركيزك الآن في اللحظة هذه عشان تعرف كيف توصل بنفسك لك درجة المناسبة لأنه زي ما أذكر دائما لكل نوع بون طحنة خصة لكل مكينة أداءها اللي خصها وتدفق الماء اللي خصها وكل مطحنة لها أداءها اللي خصها حتى لو أنت عندك نفس المطحنة بالنهاية التروس تتعاكل مع الفترة ف الكثرة استخدامي لها تختلف عن يعني السنون حقا التروس تختلف عن التروس اللي عندك فعشان كذا لابد أنك أنت تعاير دائما على المطحنة اللي عندك بالميزان باستخدام الميزان باستخدام القاعدة عشان بالنهاية توصل لطحنة مناسبة طيب النقطة المهمة الآن أنه لما تيجي تطحن تمام أنت شغلت المطحنة الآن عذرا لزاج شغلت المطحنة أنا لسه ما فتحت الهوبر عشان يبدأ ينزل البن فعشان كذا أبشغل أول شي المطحنة بعدين أفتح الهوبر نقول بسم الله وبكذا أنا تأكدت الآن أني خذيت الوزن بالضبط من المطحنة بالشكل هذا طبعا باستخدام الرنج عشان يسهل علي استخدام اللي هو مفكك التكتلات أو مشبك الشار أو عود أسنان أي أداة ممكن تفكي التكتلات اللي هي ناتجة حرارة حرارة الاحتكاك فتتجمع رطوبة اللي في الجو تسبب شوي تكتلات بالطريقة هذه فعشان فككها ممكن فككها في أي مفكك ما يحتاج أن الواحد يشتري شيء غالي طيب والآن رح نبدأ نفكي التكتلات خذ وقتك في فك التكتلات والآن رح نفك التكتلات حاول أنك تاخذ وقتك في المرحلة هذه عشان برضو تفكي التكتلات يعتبر كتوزيع للبن داخل الباسكت يعني لو كان الطحن مثلا وجهته إلى جهة معينة وتجمع في جهة والباقي فاضي فأنت بالطريقة هذه جالس توزع الآن اللي هو البن من تحت عشان يتوزع بشكل سليم على كامل الباسكت بعد ما تخلص من فك التكتلات رح تلاحظ أن مستوى البن عالي فأحاول تضرب بالشكل هذا عشان ينزل مستوى البن لابد أن يتناثر خاصة مع الرنج اللي هو بالشكل هذا بدون مغناطيس أنا لاحظت أن اللي بدون مغناطيس أفضل عشان ما يسبب زي الفراغات على الداير تمام بعدها نستخدم الموزة بالشكل هذا عكس أقارب الساعة ومع أقارب الساعة عشان أحصل على سطح نظيف ومستقيم أقدر أكبس فيه بكل بساطة لاحظوا أن المستوى نزل تمام أتأكد من جميع الجهات أن الكبس عندي مستقيم ما هو مايل عشان ما يصير فيه مسارات خلصت أسحبه شوي شوي عشان ما يسحب معي الكيكة يشفطها فتصير مفصولة عن الباسكت والآن أول تجربة لنا إن شاء الله بنشوف هل هل طحنة هذه مناسبة أو رح نضطر أن نروح لدرجة أخشن أو أنعم طيب والآن أول تجربة لنا الطريقة لتطبيق القاعدة اللي هي أنك أنت تستخدم الميزان وقت الاستخلاص تتأكد أنك أنت مقفل البورتفيلتر بشكل سليم وردي مع النظافة أنت أزلت كل القهوة القديمة اللي لاسكة سابقا أو زيوت القهوة اللي لاسكة على الربلة فعشان يمسك البورتفيلتر بشكل سليم حاول دائما إذا حطيت الميزان تبعد عن جسم المكينة عشان ما يصير فيه اهتزاز ووقت الاستخلاص ويصير يتغير عليك اللي هو الوزن ووقت الاستخلاص فنقول بسم الله طبعا لا تضغط ضغطه وتخليه المفترض أنك في وقت المعايرة أنك أنت اللي تحدد للمكينة كمية المويل اللي أنت تحتاجها فالحركة هذه تتم بأنك أنت تضغط على الدبل شات أو السنجل شات ما تفرق لأنها هي مجرد رسومات فقط ممكن أنت تعاير الزر هذا على خنقول أربعين ملي وممكن تعاير الزر هذا على عشرين ملي أنت حر بالنهاية هي مجرد أزرار أنت تحدد كمية المويل اللي أنت تحتاجها نقول بسم الله نبقى ضغطين أول قطرة تنزل في الكوب أشغل الوقت عشان أشوف 36 ملي اللي أنا أحتاجها كم خدت من الوقت نزلت أول قطرة أشغل التايمر ما شاء الله الآن الآن تركيز عيني بعد ما شغلت التايمر تركيز عيني رح يبقى على الكمية طبعا أنا أحتاج 36 لكن بوقف على 29 وخلي التقطير يستمر إلى 36 لكن بنفس الوقت رح أوقف اللي هو الوقت بس ما شاء الله تبارك الرحمن طلع عندي الاستخلاص 36 ملي مع التقطير طبعا في 27 ثانية وهذا اللي أحتاجه إذا طلع الوقت أقل خلاص كمل 36 أشغل الكو والآن يا الله لك الحمد من أول تجربة طلع عندي الاستخلاص مثالي ولله الحمد ولا خسرت كمية سلبن 36 ملي نزلت لي في 27 ثانية طيب لو نزل يعني لو نزلت لي الكمية هذه في أقل من 25 ثانية لمفترض أن يروح لدرجة أنعم طيب لو نزلت لي مثلا في 15 ثانية المفروض أني أروح لدرجتين ناعمة لو نزلت لي مثلا في 40 ثانية أروح درجتين أخشن لو نزلت لي في 35 مثلا كامتلة فقط لأن كل كل مطحن لها أداها في مطاحن تتعامل بالدرجات المايكرو في مطاحن تتعامل درجات المايكرو والمايكرو فالآن هي 27 ثانية خلاص تعتبر مثالية هي الوقت ما بين 25 إلى 30 ثانية قلنا إذا وصلت 35 أخشن درجة واحدة أو أحتاج في بعض الحين إلى نصف درجة فقط وهذا شكل الاستخلاص والآن يلا لك الحمد نقدر نستمتع بالقهوة اللي هي موزونة ما بين الحموضة وبين المرارة طيب وبعد ما خلصنا الاستخلاص لا تحاول أنك أنت تستاجل في فك البورتفلتر ممكن يكون الضغط منحبس فسير زين انفجار بسيط يعني اللي هو يتناثر البن عليك تصبر عليه اللي يقطر ويجف عشان بالنهاية تتأكد لما تفتح البورتفلتر يكون جاف ومستوي بالشكل هذا تمام وبالطريقة هذه انت تضمن أن تبقى الكيكة أو تقدر تطلع الكيكة بالشكل السليم وهذه كيكتنا بعد الاستخلاص ما شاء الله طبعا بعد ما تخلص الاستخلاص دائما وأبدا افتح الموايا عشان بالنهاية تنظف الشورسكرين تتأكد انه نظيف ما تبقى عليه أي زيوت من القهوة ما تأثر عشان ما تأثر على الطعم لاحقا تمام تأكد انك تنظفه في كل مرة تستخلص فيها طيب معلومة بسيطة عن الحليب بشكل عام طبعا انا ذكرت سابقا ان كل انواع الحليب تنفع للتبخير ما في نوع معين لاحد يجي يفتي عليك يقول لك والله لا المكينة هذه ما يصلح لها الا الحليب الفلاني غير صحيح انا استخدم اللي هو طويل اجل تمام انت تقدر تستخدم اللي هو الفريش تقدر تستخدم قليل الدسم خالي من الدسم عادي جدا اي حليب في نسبة بروتين رح ينفع للتبخير بالنهاية اللي يفرق معاك اللي هي تذوق فقط ممكن تجرب المراعي ما يعجبك ممكن تجرب اللي هو النادك او الصافي ممكن يعجبك بالنهاية الحليب والمكينة ما لهم اي علاقة في التبخير العلاقة الوحيدة في التبخير اللي هو الشخص اللي جالس يبخر انت اللي تدخل هوا انت اللي تتحكم في ادخال الهوا انت اللي تخلي الحليب يدور انت اللي تكون الفوم بالنهاية الاساس فيك انت وليس من الحليب وليس من المكينة نفسها لمجرد أنك أنت تحط مثلا البيتشر أو تبدأ تبخر خلاص المفترض أن المكينة تفهم أنه أنت تحتاج خلنا نقول فوم لا ما هي بالطريقة هذه أنت لتحدد بنفسك عملية إدخال الهواء أنت لتخلي الحليب يدور عشان تحصل على المايكرو فوم هذا اللي يسمى اللي هو المايكرو فوم اللي هو يجي خلنا نقول الفوم ناعم وممكن يستمر معاك لفترة طويلة بحكم أنك أنت ما وصلت أعلى من 65 دراجة مئوية لاحظوا معي النعومة هذه المفترض أنها توصلها بغض نظرة عن الرسمة بغض نظرة عن أي فن أنت ممكن تبدأ فيه لكن بالنهاية أنت لما تحصل على الفوم السليم ما رح تحس بمرارة غريبة ممكن تظهر لك حتى لو أنت دايق القهوة في بعض الأحيان تكون مرارة بسبب أن الحليب وصل مرحلة أكثر من 65 فتتكسر السكريات اللي فيه فيبرز مرارة ذريبة في القهوة ممكن تضايق وممكن تعتقد أنه من البون نفسه طبعاً لأصحاب الدلونغي ديديكام بعد ما تخلص تبخير رح تلاحظ أن الأزرار رح تأشر معك بالطريقة هذه ما تقدر تستخدم المكينة إلا بعد تفريغ الضغط اللي أنت كونته في خلال فترة اللي هو التبخير يعني أنت الآن عطيت المكينة أمر أنها تبخر فصار تجهيز للبخار فالمفترض أنت بعد ما تخلص التبخير وتنهي أمورك عشان بالنهاية ترجع للمكينة لطبيعتها تفرغ اللي هو الضغط هذا بأنك تفتح مفتاح التبخير تلاحظ أنها رح تبدأ تطلع البخار بعدها موية بعدها رح تختفي أو يوقف كل شيء بالشكل هذا فرغت الحرارة الداخلية فيها ولو أنت ما فرغت على المدى البعيد ممكن يصير حرارة عالية على المكينة داخليا ممكن يعني خلنا نقول تخرب اللي هو القطع الداخلية فالأفضل دائما أنك تتفرغ الحرارة هذه المحتبسة تضغط على عص التبخير عشان تطلع الموية المحتبسة أو المتكثفة وحتى لو لاحظت أنه فيه تقطير موية بسيط بعد ما طفيت المكينة في فترة هذا شيء طبيعي جدا لأنه فيه موية متكثفة في مواصير نفسها فهذا شيء طبيعي وبكدأ ولله الحمد أن هنا هذا الشرح على خير وكيد راح الواحد يستمتع في قهوته الآن وأهم شيء أنه وصلت الفائدة بإذن الله حتى لو كانت المعلومة للبعض كانت مكررة لكن الفائدة إن شاء الله أنها تعم على الجميع وللتذكير فقط للبعض المعلومات يمكن على المدى البعيد ممكن الواحد يفقد معلومة أو شيء زي كده فنحاول نذكر فيها إن شاء الله ولا تنسوني من دعائكم في الشهر الكريم الله يسعدكم وكل عام وأنتم بخير قبل الزحمة شكرا لكم والاستماعكم شكرا لكم 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 اشتركوا في القناة